قال مصدر دبلوماسي أن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي في لاهاي اعتبر المصدر أن تدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها وكانت تركيا قد أعلنت في مايو الماضي عزمها لانضمام إلى القضية في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة